في الوقت الذي انتقلت فيه المملكة المتحدة إلى مرحلة جديدة في إدارة جائحة كورونا حذر اتحاد مكون من قادة في مجال الصحة من إمكانية قطع الخدمات ما لم تحصل الاناتشأس على تمويل إضافي قدره عشرة مليارات جنيه استرليني العام المقبل الاتحاد أوضح أن الأموال المطلوبة ضرورية جدا وأنه سيغطي أقل من نصف التكاليف الإضافية المرتبطة بكوبيد ناينتين وسيتم تخصص جزء كبير من الباقي لمعالجة قوائم الانتظار للعمليات غير العاجلة والصحة العقلية محذرين من إمكانية تعرض المرضى للخطر ما لم يتم الحصول على التمويل المطلوب التحذيرات تهدف إلى الضغط على الحكومة ووزارة الخزانة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية حيث يقوم الوزراء والمسؤولون بوضع اللمسات الأخيرة على مقدار الأموال الإضافية التي ستحصل عليها لانتشأس في السنوات الثلاث المقبلة مصادر في لانتشأس كشفت أن المحادثات مع الحكومة صعبة وأنه لا تزال هناك فجوة بين الجانبين وأن الحكومة عرضت زيادة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات فقط مما سيؤدي إلى ارتفاع الميزانية من 140 مليار إلى 145 مليار جنيه استرليني قلق المسؤولين في قطاع الصحة يأتي بعد أن أعلن وزير الصحة ساجد جافيد أن عدد الأشخاص في إنكترى الذين ينتظرون العلاج في المستشفى قد يرتفع إلى عدد كبير يصعب السيطرة عليه وذا فشلت المفاوضات الجارية مع الحكومة ستصبح قائمة الانتظار البالغ عددها 13 مليون التي تسعى هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجنبها حتمية